تبدأ وزارة الإسكان اعتبارا من يوم غد في تخصيص 415 وحدة سكنية بمشاريع الحنينية والرفاع الشرقي ورفاع الغربي لذوي الطلبات الإسكانية القديمة بالمحافظة الجنوبية تنفيذا لتوجيهات سمو رئيس الوزراء بشأن الإسراع في تخصيص الوحدات السكنية الجاهزة للمستفيدين وقال سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان أن الوزارة طمنت على اكتمال نسب الإنجاز الخاصة بالوحدات السكنية وأعمال البنية التحتية لتصبح الوحدات جاهزة لاستقبال المواطنين الذين قاموا بإنهاء الإجراءات اللازمة للتخصيص واستلام الوحدات وأكد الحمر أن مشاريع الحنينية والرفاعين تعد من أبرز المشاريع التي قامت وزارة الإسكان بتنفيذها بالمحافظة الجنوبية وستسهم بشكل كبير في تخفيض عدد الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار بالمحافظة مشيرا إلى أن مشروع إسكان المحافظة الجنوبية والمتضمن بناء أربعة آلاف وحدة سكنية سيسهم بدوره في تغطية الجزء الأكبر من الطلبات الإسكانية في هذه المنطقة المحافظة وأضف أن إدارة الخدمات الإسكانية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بإجراءات تخصيص الوحدات السكنية للمستفدين من خلال مراجعة بيانات المستفدين والتأكد من استمرارية مطابقة طلباتهم للمعايير الإسكانية فضلا عن تجهيز خارطة الوحدات السكنية بالمشاريع الثلاث والتي سيتم من خلالها إجراء عملية السحب الإلكتروني للوحدات اشتركوا في القناة